إذا كانت حرب داخلية، أخصب بلاي المصر ما يقف معك لا حكومة لا شعب، والله ما يقوفوا معكم لو خلشت في حرب داخلية، ما يقوفوا معكم هم من الزمانات يتعملون تمرد من زمان جونغران يتعملون تمرد؟ الدعم يفصى جنوب السودان، دمون الدعم جنوب السودان لكي نصدق هجلت، دمونه إنت حياتي ما بتعرفها، إنت مناس مدنيا، قمت كذا لكننا كنا نار في البلد، والله كنا نار حبا في البلد لا يديننا القروش ولا يديننا واغ μποMS لنا جميل جج pallets tickle عقلنا المططق في البلد، وحبا للوطن، فهما تعرف مما تتعرف في البلد، وحبا للوطن من قال الحركة الشعبي وله حركات المسلحة تقيت ونص اليسر، من دعمين مصر والله دعمين مصر والله يتحداكم أوليات مسكناها، أوراك مصرية والله، مدرعات مصرية فت LM هقص بله دمين بادئ مصرين 90 donde الله يسود أنا أحضر لكم بالله. مصريين مساقناهم. حبل سادو مساقناهم. في تحرير هجلجة. أنا أقول هذا الكلام ليس يفتخرقين. الله عز وجل يشهد بكلامي هذا إذا صادق أو كذب. يشهد على كلامي هذا. منهم كانوا داعين. والتخريبة في هجلجة ملايين الدولارات لأنه حرقوا المنشآت النفطية. دمرها كلها. لم يجب عليها حياة مزجوعة. كانت دولية مصر بغير تسيزي. هو الدائم يا أخ. هم الدعمين لحركة الشعبية في السودان ودعمين لكل حركات التمرد كانت. وقضوا هجلجت. فعل ما فعل بها. وقبل هجلجت في حتي سماء القهرماء تعرفوها. لا تعرفوا المناطق هذه. هذه المناطق سرحت فيها بالبقر. صرت فيها بالبقر يا أخ. أمرك من بابا نوسى المجلة دي. صيف لما أنا صيف في بانتي وأنا صيف في ركونا. أنا صيف في مانغا. بل بقرسائي. نعرف عديل. نعرف عديل. نعرف عديل. بدون معارفة. هل تعرفوا النفطي معظمين مع حدود الجنوب. كلهم تدميروا. لحد القهربة. أنتم لا يعرفون كلام ذلك. في السودان بعرفوا حدودهم مع دولة جنوب السودان. هجلجت بس. ما هجلجت يا زل. حدودك لحد حتي سماء القهربة بعيدة من هجل. ساعتين ونص بل لاندي كروزر. أولا لاندي كروزر بل. ساعتين ونص. دي حدودك هناك. أنا ما عارف دي بساوي كم كيلو. دي حدودك وثمانية ساعات ونص بقراءة. من هجلج لحد دي حدودك. في القهربة هناك. تم تدمير المنشآت كلها هناك. دابوا البترول ذاته هناك. ودابوا التأسيس هناك. هجلجي عبارة عن مجمع. وعبارة عن محل الموظفين بس. محل الموظفين ومحل بتأتحكم للبترول. تم تدميره على أيادي جنوب السودان وحركات المسلحة. بدعمي مصري يا أخي. ومهنجزين مصريين نخصن بالله. دي مصر الآن بتقرب السودان. من الله خلق مصر بتقرب السودان. التدارف تقف لي معها. وتخلي المصريين تتخذوا أرض السودان لضرب أسويبيا. أسويبيا نضربها نحن في السودانين. خلينا نقعد إن شاء الله ما عندنا أمكانية ذاتها. إن شاء الله غالك تقسحنا تمسحنا نهاب. نحن موافقين. لكن ما تخلي مصر العميلة الخاينة المدارة لك مصلحة تتخذ أراضيك. مصريات يوم دارت مصلحة للسودان. مصريات ترديتها وبنها السودان العالي. دمرتك وغرقتك وقهرباء وتتوصل عليك. وبعد ذلك بتسريك في مواردك. بعد ذلك شارت أراضيك وجنست شعبك يا أخي. دي مصري يا أخي. مصريات القانثة بتدعم الحركات المسلحة في دارفور. أتحداكم والله. وعندهم مدرعات مصرية. مصرية كانت دعم لإنفضان جنوب السودان. مصر عملا ماذا نتقر للسودان. وريني أسوبيا. أسوبيا دي كان بتدعم الحركة الشعبية. بتدعم الحركة الشعبية. جناح الحلو جناح مالك عقار. دي ماذا لأي كلام. وبتدعم حتى جوزه بسيط جدا دعمي بسيط جدا لجنوب السودان قال. لا تم نفس الدعم المصري. كلهم أعداء بالنسبة عندي أنا كالسوداني. كلهم أعداء عندي. لماذا اتخذنا أسوبي عدو. مصر ذات عدو. دارين تحلو المشاكل بطريقة دبلوماسية سياسية. حبابة دبلوماسية حبابة سياسية. دارين تعدهم نعدهم. دارين تخلهم نغلهم. لحد ما نظبط أمورنا. ويكون عندنا الحاجة وسيلة الدفاع عسكرية. والله نقصح مصر ونقصح أسوبي في يوم واحد. بجاية أخصم بلا جيشين. من الرمام دل الله نطلع منهم جيش. لأنهم كلهم القوش والتعابة دل. رغم منهم أجرموا. كلهم أجرموا. كلهم أجرموا في البلد. الرمام دل لكن نطلع منهم جيش. والله نرقب أسوبي في يوم. ونرقب مصر في يوم واحد. كلهم الله نرقبهم في يوم واحد. دارهم شو كذا دارهم شو كذا. يموتنا سودانين يعيشنا سودانين. يحرناك سودانين يمضرناك سودانين. لأنهم نبقى تجاربنا. لا نبقى خونا عملا ضد بلدنا. ظننا مننا أن مصرين سيعملنا سيعمل لنا حاجة. ياتي يوم. إسرائيل والأمريكا اتخذت أسوبي قاعدا لها. وجاءت ضربة السودان. السيارات والباخرات تم تدميرها في برسودان. كان الطيران جاي من وين؟ جاي من حلاب وشلاتين. جاي من حلاب وشلاتين. اتحي السيطرة المصريين المحتلين منك. مصبع اليارموك تم ضربه. من إسرائيل الطيران جاي من وين؟ جاي من حلاب وشلاتين. أرضق المستعمرين المصريين. واسي دارتت حالف لي معهم وذي يبهم في أرضق. قال عجل تنتغي من منا سوبيا. هذا الله يسمى رقاط الله. هذا رقاط الله يجبونه يا أخي. هذا عار يا أخي. لا يوجد بالإنسان السوداني. الله يدعار. الله يدعار والله. أتحداكم طلوا علي إعلام أسيوبي يوم واحد أساءل الشعب السوداني ولا أساءل البلد الأسيوان السوداني طلوا علي ماذي ماذي لكن مبرمجين عقولكم بالعمالة وبالارتزاق وبالخدع لأنكم خونا لأنكم مارغين لأنكم ما صادقين في حب البلد يا أخ وعمركم ما حتكونوا صادقين في حب البلد والجبان ده والله العظيم حتشاق في حياتك والله ما تعيش بسعادة والله طول عمرك تعيش جبان وتعيش مهزوس وتعيش عدم شخصية وتعيش مزلول لكن الشجاع تعيش شجاع ومش شجاع اتما فيكم شجاع ولا فيكم وطانيا مجرد خونا مجرد عملة دمرتوا البلد يا أخ دمرتوا البلد يا أخ بكل بكل مجاحة تتعلنوا الآن الغوات السودانية والمصرية حجدت الهدف وباقي نقطة الانطلاق على ضرب الهدف ما داري تضرب سد النهض حاجة ضربوا حتى نفوزوا الكلام أنا واثق من الكلام حتى نفوزوا بعد ذلك انتظروا العواقب انتظروا العواقب انتظروا العواقب وقولوا للناس والله يا سيب يتحارب السودان أمشوا والله يزول بيمشي بار والله يزول بيمشي حمر أي يزول بيمشي حمر أقولها بالواضح أبقروا يا لا أعلو نقدر بصد النهضة ذكا سودانين والله إن احنا من الخارج ننزل أنا شخصية عن نفسي والله من الخارج نزل أموت معكم في الصفوفة الأمامية لكن تجيب عيال فوزية ما نأتي الشغلة فيها خم ديست عمار يا زول خلي عيال فوزية ديل يحاربوا لك إذا فعلت مع سيبيا مش انتجبتهم وهم خربوا علاقتك مع سيبيا بدلا للحوار بقت بالبندقية مش انتوا كسوداني مش علاقاتكم عفوا مشكلتكم بدلا بالحوار تحلوا بالحوار أصبحت بالبندقية والبندقية طلعت من مصر اتخذت للسودان أرضا لها وهمشت فقط البندقية في أسبيبيا خلو المصرين يحمونك خلو المصرين يحمونك لما تدrees أسبيبيا خلو المصرين يحمونك والله لو يهيو ح bushes вашDS ما بنسع له انا شخصين ما بسع morgen لو يهيو حSayв لان قلنا لك لو دائرة بالبندقية خلونا نبداك سودانيين بس ولوا دائرة بالحوار أبدأ حوار سوداني أسبيبي خذ مصر براياك ما تخلومك بنا 你 weren't gonnamed his mouth ما تخلتها تحكم فيك بدأت بالبندقية بدلقانا معاك يا مطابورهان يا جبان لما قلت دائر مغاتلين من كل قبيلة لا يا شرف الله قبيلتي جوق ثلاثة الفقتي تطوع عن بزلال وطفنا وقتي جوق ثلاثة الف واسق من الكلام دانا انكور الكلام دا جوق ثلاثة الفقتي قال لكم حاجازين كل القوة الفشقة جوا لا دارين من القرشة التي عريفة أدين الزخير بس جواباتي لحمزاتك قال لكم أدين الزخير بس يا الله لكن الدورة دي وكذا تخصت على مصريين أبقى له ذي خلي بعد الأزібين بلوك خلي المصريين إلىوللك خلي المصريين يجيب لك الجنود والمصريين في عاصفة الحزم يأخذون أكثر منكم يا مرتزغة يا رمم في عاصمة الحزت المشاركة في اليمن المصريين يأخذون قروشة أكثر منكم والمصريين مشاركين جوا بس أرضا ما في أي بمعنى موشة قوات موشة ما في مصريين ما عندهم قوات موشة وميأخذين أكثر أما السودانين جوا وأردا أنا، قلت لمرتزقة الوحيد وقلت لأعادات رغم واحد وبعدما أدانكم الرخيص في البيع تنبيه رخيص فاشلين والله ده 하면 تنبيه فاشلين فما هوانت يحبون والإرتزاء، تنبيه، فاشلين مصر مشاركة في عصمة حزمي في اليمن ومياها أخذ الدولارات أكثر ومن الضيورية المصري أكثر سوداني مشاركين كمرتزقة في الأرض وأكثر من أشخاص تموتهم هم يأخذين أبرخة بيعنكم أبرخ والباعة دي باعة بورهان دا بورهان دا هل باعة ما تقول لي البشير لأنه بورهان كان المسؤول عن الغواثة المسلحة في اليمن وعنده مكتب في اليمن وعنده مكتب في الأمارات قبل ما يذوف له والدعم السريع في 2016 وأصبح مسؤول من الطرفين كمسؤول مننا هنا في البعضين تفاشلين في البعضين تحوانة في البعضين تصجمانين هسي مصرين العثمات على أمدال خلوهم يجو أحمو في حربة بتحسيم الموشا لا تقول لي طيران تقول لي زفتل في حروب كثير من الحروب بالتحديد في التضاريس بتاع القرى الأفريق الحروب دي ما بتنحسيم إلا موشا إلا موشا ما بتنحسيم إلا موشا ما تقول لي سلاح جو لما نجوك موشا أبقى ناجي لأحسيمها يا الله وأبقى خل المصرين يكونوا معك والله لو تموتوا كتبكوا بترول المصرين يرقب طائراتهم شاك 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 بجدوا برجع يقولوا تقعدوا بترول بس تقعدوا بترول بس ومعشي إذا غيرتكم تقطع والله يزول بيمدكم بزخيرة ما لا برهان ولا حميتي ولا حمدوك ولا فشلوك ولا عمبروك زول بيمدكم بزخيرة ما هيدون قولوا بس والمصرين حيكبرها منكم أبقى قدرها يلا أبقى قدرها أبقى قدرها على الله البل جايكم ما بتصعض أنا شخصيا كموضان سداني والله ما بتصعض بحرب أسيوبيا لما نقول لكم حرب أولا لا لا ما حرب أولا ده أراضية أ perish أضرب sei حلاب الشلاتين دي حلاب الشلاتين دي في إسرائيل هه حلاب الشلاتين دي في إسرائيل الفشق أراضيك لكن حلاب الشلاتين ما أراضي سد النهضة المرض هو مصر وغرق الناس وهجر الناس ما عندك فوق وفرفرة لكن سد النهضة عفونا سد العالي الملو وغرق الناس وشرد الناس ما عندك فوق وشكالية لكن سد النهض عندك فوق وشكالية تبلك أسئل لو اتفقتوا كسودانين حوار مع سوبيا أسأل من بالله سد النهض نحن كسودانين نستفيد منه والله نستفيد منه كهربا مجان نتفق مع سوبيا تملى سد في سيعة معينة في سيعة معينة لا تضرب السودان ولا تضرب السيوبية لا تضرب السودان ولا تضرب السيوبية والكهرباء مجان والله اسوبيين يوافقوا والله اسوبيين يوافقوا أسعي الفوزية ذيل في الوقت الحالي ذا سبحان الله عشان تعرف نفسكم يا ربي يا والله في الوقت الحالي ذا لو السودان اتفق لو أحدوا مع اسوبيا فيها الفوزية ذيل مش يجو يبقوكم انتم عملاء ومش استعبادوكم ومش يتخزوا أرضكم لضرب اسوبيا ذيل لو قلت لهم فانقوسوا عديد بالفانقوس لكم لو قلت لهم الحسنان باعرنا دي بالحسن لكم على الفوزية ذيل هما المحتاجين لكم يا أخي هما المحتاجين لكم لكن موقف بطولي موقف شجاعي عندكم يا رمم اتحدى الان الحكومة دي عملوا موقف شجاعي بطولي قولوا ما دارين اي تدخل مع مصر مصر امشي حل مشكلتك مع اسوبيا نحنا كسودان نحل مشكلتنا مع اسوبيا وامشي حوار سودان يا اسوبيا اقسم بالله مصر مصر تجد فانقوس لكم يا شعب السوداني مصر تجد فانقوس لكم يا حكومة السودان مصر المحتاجة لك لا يجد المحتاج لها لان يجد عندك فرصة قبيرة جدا وفرصة سهلة جدا حلها تتفق مع اسوبيا تملاست بطريقة لا تطر السودان والموية عندك بتجيك النيل ده بجيك لكن عيال فوزية نحنا عندنا البلث والله نكفل البلث ده بتاع النيل ده اقسم بالله اللي المزرين ذي اللي يجرب مويت البحر البيت المتوسط مويت الملح الله اللي يشربه والله يرقص رجالة عين والله يرقص ينرقص إلينا اقسم بللهзя يرورانا والله يسبقون يا بيت والله الكرسال إنهم نبع لكم بالدولار كرسال إنهم نبع لكم بالدولار يا أيها الفوزية ونبع لكم بالدولار لنشركم أن تطفى النور ولما نقوم بترقد الكرسال إنهم ورفقته بعد ذلك نأنهم ندعوا لا مجانة والكرم السوداني ونقولوا كيف سوف يمجان في أمي Tamar ننطقوا حصة كذا لأنهم حتى تتاكملون في صدقائنا نقولكم فإنهم بلد مثل السيادة ويحصلون الثقائم والتقودون وتلعب بميان التوازل جناس الشمال سنكون جداه جميعاً دلائق جميعاً لا يوجد راجل ما لغش باشه الله يعملونكم من هذا الناس لا يوجد رجال أنه لا يوجد رجال نهاية لأنه قمت بالنساوين ومعها لذا يجب pseudofor وكأن النساوين أنه قمت بالنساوين لأنه قمت بالنساوين لأنه الذهاب لا يتخبر عن النساوين هذا يعني أنه قمت بالمجيب لأنه لأنه لديك وغيره علي البلد ما عندكم قراء على البلد يا رمم اتخذوا غرار اتفقوا مع اسوبيا قبل ما تخشوا معاي في حريب اتفقوا معابا لحوار اسوبيا قالوا ان احنا كسودانين مصر والسودان الشقيقة يا باشا اعمل ايه النهاردة ونحن كاخوات تعالوا خلونا نتمع ونواقح اسوبيا النهاردة ان اسوبيا واجهنا مشاو ما بتلقى والفوزية معك والفوزية ما بتلقى معك قولي ازول عندك مشكلة مع اسوبيا ايه ات دولة اسوبيا مصر نحن دولة اسوبيا السودان امشي حلم مشكلتك مع اسوبيا وانا بحلم مشكلتي مع اسوبيا بس اتخذوا كدرع اتخذوا ارضك كدرع كمغرع اسكري حيشان اجيب لك العداوات ولو في عقوبة دولية عديلة العقوبة بتجيل السودان ما بتجيل مصر اخذوا القنام ده في راسكم ضرب صد النهضة لو في عقوبة دولية ما تجيل السودان ما تجيل مصر لانه ارضك انت رضيت باردك تم استحضامها لضرب الاخرين رضيت باردك كدولة سمحت لدولة تانية استخدمت ارضك ضربت دولة تانية العقوبات بتجيك انت كسوداني ولو في ضربات جوية من اسوبيا بتجيك انت في عراض السودانية ليه مصر دي ما تضرب من مصر دي دا مشي تضرب السلط النهضة ليه بسل السودان دار توردك معا دار توردك انت اكتر من تورد مفسها دار تشغلك انت بحرب مع اسوبيا وهناك في حلاوة وشلاتين جنسة الناس وبتسرق البترول والضهب واليورانيو لا تفكر في حلاوة وشلاتين